بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض listen to theme 1 الليسن ده بعنوان computer accessories وهنا احنا بنتكلم عن بعض الاشياء الخاصة بالكمبيوتر او المكملات للكمبيوتر ودي نقطة مهمة جدا بس قبل ما نتكلم في والاشياء اللي ممكن نستخدمها مع الكمبيوتر خلانا نتكلم عن بعض اللي بتقابلنا اثناء ما احنا شغالين على الكمبيوتر ممكن وانت شغال على الكمبيوتر تقابل واحدة من اربع مشاكل المشكلة الاولى او يعني تلاقي في مشكلة في لارج فايل يعني تيجي مسلا انت بتفتح برنامج بس البرنامج ده تقيل قوي او مسلا عندك ملف وورد او عندك ملف باوربوينت مثلا انت رايح لناس تعرض ليهم البروشيكت بتاعك او رايح تعرض الحاجة اللي انت محضرهم فهتعرضها على ملف باوربوينت بجيت تفتح الملف لقيت الملف ما بيفتحش فدي اول مشكلة like a ما ايجي نفتح ملف او نفتح لعبة لازم يكون عندنا مساحة في الكمبيوتر او الموبايل انت احيانا انت حمل لعبة وتيجي تفتحها تقولك لا مفيش 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 كافية ففي الحالة دي بيكون ان انت بتقفل بعض البرامج او بتمسح بعض البرامج علشان تفضي مساحة تقدر ان انت تستخدمها في البرامج اللي انت بتفتحه يبقى اول مشكلة هي عبارة عن تريبل بروسيسنج لارج فايل ودي الحل بتاعها شوت داون سام بروجرامز طب ايه المشكلة التانية اللي ممكن تقابلني روبليم تو اني نط ايبل تستور فايلز انت مش قادر تخزن ملفات يعني مثلا انت بتحمل لعبة هنا بقى المشكلة مش ان اللعبة مش عاوزة تفتح اللعبة مش عاوزة تتحمل اصلا يعني الجيم او اللعبة اللي انت تحاول تلعبها هي اصلا مش عاوزة يحصلوها ستور على الكمبيوتر او الموبايل فممكن تكون هنا مفيش مساحة كافية فبيكون السليوشن هنا موف اول فايلز تو ان اكسترنال هارد درايف يعني خد ال اه البيانات بتاعت الملفات القديمة انقلها على اي اكسترنال هارد درايف يعني شوف مسلا تصور قديمة انت مش عاوزها شوف اي فيديو انت مسجله مالوش لازمة اما انك تحزفو او تنقلو في اكسترنال هارد درايف او تنقلو على اه مساحة تانية المقصود هنا انك تفضي مساحة للملف اللي انت عاوزت تحمله لان هو بيقول لي not able to store files انت مش قادر ان انت تستور الفايل ده او تخزره بالمناسبة ايه هو الاكسترنال درايف ده الاكسترنال درايف ده هو واحد من ضمن الاكسيسوريس اللي زي ده اكسترنال هارد درايف ممكن ده بيقعبار عن هارد ديسك كده او حاجة ننفع نحط عليها الفايلز وبتبقى تقدر تشيل مساحات كتير ممكن انت توصله باللابتوب وتخزن عليه صور وتخزن عليه ملفات وكده وتفضل متشالة بس متشالة برا برا الكمبيوتر بتاعك لما تحتاجها بترجع لها تاني حلو او يبقى المشكلة الاولى اللي ممكن تقابلنا هي تريبل بروسسنج لارج فايل ان الملف الكبير ما بيفتحش وده هنا هنقفل بعض البرامج مشكلة التانية النقط ايبل تستور فايل وهنا هنعمل موف لي بعض الفايلز انت مش قادر تخزن الملف اصلا فاعاوز مساحة البروبليم التالتة اللي ممكن تقابلني مش انتو ساعات لما كون مثلا بعملكوا لايف او بس مباشر او احنا في حصة على زوم مثلا ونشتغل وبتاع وانتو مش عارفين تتواصلوا معايا بشكل جيد او انت مثلا بتتفرج على الفيديو فتيجي الفيديو مش عاوز يحمل احتمال تكون المشكلة سلو ويرلس انترنت كونكشن تكون المشكلة اتصال بطيء للانترنت وساعتها انت بتعمل ايه ايه الاثرنت كونكشن بقى ده بصوا يا جماعة انت عندك نوعين في التوصيل النت للموبايل بتاعك او للابتوب بتاعك يعني لو ده الكمبيوتر بتاعك علشان يشغل انترنت في طريقتين الطريقة الاولى اللي هي الواي فاي ان انت بتلاقي علامة الواي فاي اللي هي عاملة كده اللي هي دي العلامة دي وبتوصل عن طريق ويرلس يعني انت بتدخل الراوتر بتاعك وبتقدر ان انت تستفيد بالنت والواي فاي دا دايما بيكون بطيق انما ايه السريع السريع ان انت توصل سلك الكلام دا بحالة الكمبيوتر بس توصل سلك من الراوتر اللي هو جايب النت للكمبيوتر بتاعك او للاب توب بتاعك السلك دا احنا بنسميه اثر نت كوننكشن اللي هو دا الكابل دا بيتوصل عن طريق كابل الاسمه اثر نت كابل الكابل ده انت بتروح توصله في الراوتر خلاص بيكون في راوتر بتوصل السلك ده طرف في الراوتر وطرف في الكمبيوتر طب وبتدخل السلك ده فين بتدخله في مكان خاص في الكمبيوتر اسمه Ethernet port Ethernet port ده connect Ethernet cable بتوصل الكابل ده Ethernet is more stable and faster than Wi-Fi دائما يا جماعة خليكم فاكرين ان التوصيل عن طريق Ethernet اسرع من الاي اسرع من الواي فاي يبقى لو احنا عندنا poor connection عندنا اتصال ضعيف بحاول ان انا اشتغل على Ethernet connection Ethernet connection ده بيكون wired ولا بيكون wired wired يعني فيه سلك اخر مشكلة ممكن تقابلنا وإحنا شغلينها على الكمبيوتر هي home internet connection networking ان الانترنت في البيت مش شغال الواي فاي مش شغال او النت مش شغال فينا مشكلة بقى connection interrupted يعني فيه مشكلة ان التوصيل يتعقد او تعطط ساعتها بنستخدم كابل Ethernet زي ما قولنا او كنت نتبقى ال ISP ISP اللي هو مزود الخدمة وده ياخدنا لي main computer hardware component يعني فيه حاجات في الكمبيوتر لازم احنا نكون عارفين زي الhard external احنا قلنا use to store files زي Ethernet cable وده اتكلمنا عنه cable that connect computer to laptop وده بيكي في الامتحان يقول لي ايه اللي احنا بنستخدمه الكابل اللي احنا بنستخدمه اللي Ethernet cable ده كابل احنا بنستخدمه تconnect computer عشان اوصل الكمبيوتر or laptop to router يبقى الراوتر اهو والكمبيوتر بتاعي اهو ايه الكابل اللي بيوصل بين الراوتر والكمبيوتر اسمه Ethernet cable وبدخل Ethernet cable ده فين في الport Ethernet port connect Ethernet cable Ethernet is more stable لو عندي شوية ملفات عاوز اخزنهم احتياطي كده عندي بستخدم ممكن نستخدم flash memory and store files وده مهم جدا وسريع جدا يعني انت لو بعك مثلا صورة على الكمبيوتر عاوز تديها لصاحبك فبتحطها على فلاشة وتدهاله ماشي وكمان لو احنا عاوزين نوصل الشاشة بتاعت التلفزيون مثلا باللابتوب يعني انا عندي وسلا الكمبيوتر بتاعي في فيلم بس عاوز اعرض الفيلم ده بشكل اكبر يعني عاوز اشوفه على الشاشة كبيرة بستخدم كابل معين بينقل الاوديو والفيديو يعني هو خاص بنقل الصورة والصوت اكابل يوز تو ترانسيميت اوديو اند فيديو فروم ارطو ديفايز اسمه HDMI اللي هو High Definition Multimedia انترفيس ده اللي هو HDMI يبقى انا هنا عندي مجموعة من الادوات او المكونات اللي ممكن نستخدمها زي External Hard Drive زي Ethernet Cable ده بيخلي النت اسرع التوصيل عن طريق الكابلة اسرع زي Ethernet Port Machine زي Flash Memory زي HDMI طبعا كان في مجموعة من المشاكل هنا اتكلمنا عنها فوق طبعا واحد من ضمن برضو الحاجات اللي مفروض نتكلم عنها هو الراوتر 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 ده ايه الراوتر ده ده connect computer to internet via wifi over ethernet هو جهاز اصلا بيوصل الانترنت للكمبيوتر النقطة بقى المهمة جدا في الدرس ده هي فكرة units measurement يعني ايه units measurement انت لما بتيجي مثلا تشحن النت في البيت فيقول لك انت في بقات للانترنت افهم الحتة دي في بقات للانترنت انا بحاول اقرب لك الصورة يعني ايه بقات للانترنت يقول لك مثلا في بقى البقى دي 3 جيجا او البقى دي 250 جيجا او البقى دي 500 جيجا ودائما احنا بيستخدم جيجا بس هو يعني ايه جيجا كلمة جيجا دي جيجا بايت يعني ايه اللي هي اللي هي دي قال لي المساحات اللي انت بتخزينها على الكمبيوتر ليه ه يونتس ليها وحدات المساحات اللي انت بتخزينها على الكمبيوتر ليها وحدات الوحدات دي بتبدأ من اول بت بيدي اصغر حاجة يعني لو انت مثلا مسور صورة الصورة دي مثلا بيكون حوالي 20 ميجا بيت أو ميجا بايت والموبايل بتاعت لو انت فضلت تصور 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 هيتملي على الآخر حتى لو الموبايل بتاعك ده كتير قوي في المساحة بتاعته وبالتالي كل الصورة وكل ملف انت بتحطه على الكمبيوتر بيكون ليه مساحة فالمساحة دي بتتقاس بيونت بتتقاس بوحدة أصغر وحدة ممكن تقيس بيها هي بت ودي بتيجي في الامتحان داين طب أكبر من بت شوية حاجة اسمها بايت والواحد بايت هو يعتبر تمانية من ايه تمانية بت يعني بت جنب بت جنب بت جنب بت تكون لك البايت واحد بايت بيساوي 8 بيت 1 بايت equal 8 بيت equal 1 character يعني ايه بقى equal 1 character بص انت لما تفتح ملف ورد وتبتلي تكتب مش الملف دا بياخد جزء من المساحة بتاعتك في الكمبيوتر طبعا بياخد جزء من المساحة بتاعتك فأنا لو كتبت مثلا كلمة كات كلمة كات دي كلمة كات دي تلات حروف three letters هو بيقولك ان كل character منهم او كل letter منهم كل letter انت كتبته خد واحد بايت يعني الواحد بايت بيساوي 8 bit بيساوي 1 character كل حرف انت بتكتبه على الكمبيوتر بياخد مساحة 1 bit 1 byte sorry يبقى انا لو كتبت كات c و a و t c دي خدت بايت وال a دي خدت بايت وال t خدت بايت يعني كلمة كات دي خدت three letters وتعتبر three bytes وهكذا بقى كل الكلمات انت لو كتب كلمة مثلا فيها five words فيها خمس sorry فيها five characters او five letters وبالتالي كل واحدة بتاخد one a one byte في يونت اكبر من بايت شوية اسمها كيلو بايت والكيلو بايت هي عبارة عن one thousand two four 1024 bit وعلى فكرة البي دي اختصار كلمة بايت في يونت اسمها ميجا بايت الميجا بايت هي 1024 كيلو بايت في يونت اسمها جيجا بايت الجيجا بايت دي 1024 ميجا بايت في بقى تيرا بايت في بقى تيرا بايت التيرا بايت دي 1024 جيجا بايت يبقى انت عندك تسلسل للمساحات لكنك كده بتشوف الاحجام بتاعت الدات اصغر حاجة اسمها بت والبيت دي smallest data او smallest unit اكبر منها شوية البايت ورمزها به ودي تعتبر تمانية بت يعني كل واحد بايت بيسوي تمانية بت بعده شوية في كيلو بايت الكيلو بايت ده 1024 بايت الكيلو بايت 1024 بايت ميجا بايت 1024 كيلو جيجا بايت 1024 ميجا شوف يعني كل مرة بتزيد 1024 التيرا بايت بقى دي كبيرة جدا 1024 جيجا بخصوص صنعات الانترنت الانترنت بيتحسب بالميجا بايت برساكند يعني هو يقدر يديك كام ميجا كل ثاني ميجا بايت برساكند بيقيس سرعة الانترنت اما الجيجا هيرتز ده خاص بالسي بيو بيقيس سرعة السي بيو وكل ما الجيجا هيرتز ده يكون اكتر كل ما يكون الجهاز ده اسرع واغلى ماشي يبقى اليونت سي دي مهم جدا ان احنا نذاكرها ونحفظها لانها بتيجي في الامتحان تعد ذاكر البيت ايه الكلام بتاعه الميجا بايت بيساوي كام كيلو بايت اهو الجيجا بايت بيساوي وهكذا بتمنى تسمعوا درس ده اكتر من مرة وان شاء الله تستفيدوا جدا بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد الباش باي باي ترجمة نانسي قنقر